السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير في احسن الاحوال محبوبكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية و احوال تمه و بطبيعة الحال مع اخر الاخبار و اخر المستجدات اليوم الاخوان سنتكلموا على التوراة المغربية العريق توراة المغربية الاصيل تقافي نحن كمغاربة نفتخروا به و نفتخروا كذلك اننا مغاربة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله اخواني اخواتي اليوم سنتكلموا على التوراة المغربية اللي هي معروفة في جول المناطق المغربية و كذلك يكون عندها مواسم عديدة اول حاجة نقولوا شنو هي هات توراة هي فن عريق في العالم الفروسي الاخوان و كيعود الى القرن الخمسطاش و هي اعادة تمثيل لهجوم عسكاري شنه على اعدائهم فرصان عرب و امازيغ و كتبقى معروفة لدى الاجانب باللفظة او بكلمات الفانتازيا ذات الاصل اللاتيني اللي كتعني الترفيه اخواني اخواتي تبورده يا الاخوان في المغرب كترمز الى الشجاعة والشهة مو التأهب للدفاع عن الارض والوطن و بطبيعة الحال الجارة الشرقية يسو لغي الاسبان والفرنسيين والعثمانيين عن ذلك عندهم الجواب اليقين حول ما قاموا به اصحاب تبوردة من مقاومة شريثة في الحفاظ على الوحدة التورابية للمملكة المغربية عبر التاريخ مهمة الاخوان ستلاحظوا معي الصورة الى امامكم هنا يا الرئيس الجزائري عبد المجيد وقال سمعه شنقريحة ولكن الى كتلاحظوا الاخوان باللي الصورة اللي فقرسوا يا الاخوان هي الصورة للتورات المغربية هنا لقد تكلم العالم المغربي و تركيزه و تركيزه فقرسه أو ان عبد المجيد ينسب هذه الصورة للجزائر كما ينسب اخواني اخواتي احنا معتادين على التراث المغربي كياخدوه الجزائريين وينسبوه للرسوم بحال الاخوان الكوسكوس المغربي اللي قالك بلي هو تراث او اكلة جزائرية كذلك القفطان المغربي قالك بلي قفطان جزائري او من التراث الجزائري كذلك الجلباب والسلهام اخواني اخواتي هذا اخواتي منظمة اليونسكو جيه وكتصنف تبوريده احد اهم تراث في العالم تراث المغربي واليوم الاخوان تخرج السفارة الفرنسية وكتوهنة المملكة المغربية بهذا التراث التاريخي التراث العاريق الي هو تبوريدا بلي هو تراث مغربي وبطبعه الحال الفرنسيين كاملا عرفين تراث المغربي لانهم جل الزيارة ديالهم كتكون لفحان ديال مغرب كيديرو صوات مع مع التراث المغربية وكذلك الاخوان عارفين مزيان التاريخ المغربي والتاريخ العاريق للمملكة المغربية فهذه الصورة لا تريد أن تفهمني كمغاربة كيفية رئيس دولة يدير صورة التي تعبرها على التراث والتاريخ ويقع عليك أن تفهمني جزائر لا لتراث والتاريخ المغربي والتاريخ المغربي والتقاري فيه هي دائما تحزي طورات نصير بأيما على إثبار النقلة دمية عبد المجيد يتجرّأ والتراث المغربية يتجلب بريدة المغربية وضعها فقرسو وهذا الدليل لأن المغرب فقرسو والتراث المغرب و المملكة المغربية فقرسو هذا اول حاجة وثاني حاجة يا الاخوان المغاربة كاملين مغادش يقبلوها المغاربة كاملين رفضينها ان هذه الدولة تنسب تبريدها للدولة الجزائرية احنا كمغاربة اخواني اخواتي قد ندروا هاشتاقات كمغاربة كان طالب عبد المجيد رئيس الجمهورية الجزائري انها يحيض هات الصورة من المكتب الرئاسي ديالهم لان هات الصورة كتعتبر من تورات المغربي العريق من تورات المغربي الاصيل تقافي العالمي كما غاربة يا الاخوان كنعرفوا التورات ديالنا كنعرفوا التاريخ ديالنا واليوم اليونيسكو خرجت وكتأكد بلي تبريدها هي تورات مغربي تاريخي خارجة صفر الفرنسية كتهن الشحب المغريبي وكتهن المملكة المغربية تورات المغربي العريق والتاريخي والحمد لله الاخوان على النعمة اللي نعم علينا الله بتبريدة تبريدة اللي ما كيتقنها وما كيعرفها الا الشرفاء والشجعان والرجال وهذا كينطبق على المغاربة رجالا والنساء وما كينطبقش على غيرهم من الحاقدين والحاسدين بهذه المناسبة يجب الاخوان تسجيل وتحفيظ كل طرات المغربية الاصيل ديالنا اللي كيتعرض الصريقة في كل وقت وفي كل حين ومنها في هذه المناسبة الاخوان كنتمنى من الاخوات والاخوان صاحب القناوات يدروا على هذا الموضوع ويطالبوا كذلك كعبد المجيد إز جمهورية الجزائر أنه يحيد هذا الفوت من فقرسه أو إلا ميلت عليها وعجبة إحدى هذا العالم المغربي واني اخواتي وصلنا النهاية ديال هادلا فيديو احنا كما غريبة كنفتخروا بتراث ديالنا كنفتخروا ببلادنا كنفتخروا بملكنا وما كنجيبوش تراث ديال غير وكن نسبوهم لرأسنا الحمد لله عندنا تاريخنا عندنا حضرة ديالنا عندنا تقفة ديالنا مويمة الاخوان كنتمنى أنكم تجلوا الإعجابات الإعجابات لإخوان مهمين بزاف باش يطلع لنا هادلا فيديو باش يكونوا هاشطاقات كتار باش ميتجرأ شي واحد مشي دولة حاقدة وحاسدة يهزوا التورات المغربي وينسبوها لرأسهم مويمة الاخوان تحية لكم كبيرة تحية المغربة والمغربية الحرات من سبتة لكبيرة تحية الجميع المتتبعين الأوفياء اللي كيدعمونا سواء باللايكات سواء بالتشجيع سواء بالبرتاج ليجازيكم بالخير ودائما تعاليق وطنية الله الوطن المالك والصحراء مغربية الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه إلى أن يريث الله الأرض ومن عليها وعاش المغرب لا عاش من خنه ولا غالب إلا الله إخواني أخواتي ما تنسوش تعاليق حول الارتصامات ديلكم والآراء ديلكم حول ما فعله عبد المجيد على هاد الصورة اللي حتفق رزو الإخوان بجد التعاليق ديلكم اللي يجازيكم بالخير وكنتمنى أنكم تجعونا بتشجيع ديلكم والبرتاج وجزاكم الله خيرا ودائما مع القضية المقدسة عن الشعب المغربي قضية الصحراء المغربية الصحراء أو صحراء هنا ولا عزاء للحاقدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة